بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة بيكم طبعا في فقراتنا الجديدة المميزة اللي انتو بتشوفوها على السوشيال ميديا عندنا النهاردة الموضوع مختلف تماما بخيارة وسكينة هنقدر نعمل ديكورات هيلة جدا يلا بينا نشوفها نعملها ازاي هنبدأ اول حاجة نجيب الخيارة متاعتنا والخيار يكون جمد معايا ونشف والسكينة تكون حامية معايا عشان نعرف اللي احنا نقطع بيها الحاجة اول حاجة بنعمل قاعدة صغيرة من دي نعمل اول شكل نبدأ نجيب السكينة وننزل من دي لتحت بعد كده بقوم جايب دي واميل لجوه كمام واخد دي واميلها لجوه نقوم لفينها كده من تحت تطلع عندك بالشكل اللي انت شايفها ده اعمل واحدة كمان اعمل قاعدة من دي اخد دي وهاطعها وكل الخيار اللي هيبقى معايا اللي هيبقى باقي معايا ده هعملوا لايه للسلطة اقوم واخد دي لتحت ودي اقوم واخدها لتحت نفس الكلام اهي نفس الكلام دي نفس الكلام كده وبعد كده اقوم واخد دي ونزل فيها لجوه تقوم لفاها بتطلع عندك بالشكل اللي حادك كده شايفين تمام؟ ممكن نعمل الشكل ده برضو انه اجهلكم بجيب دي ومن هنا كده بقى تحط الصغيرة ديت ونفس الكلام من هنا برضو بعد ما رخمتها كده بالسكينة بقوم واخد دي وانزل لتحت واهم حاجة بنيل لجوه بعد كده اقوم اللففها فبتطلع عندك بالشكل ممكن اجيب بقى طمط مية شري من جوه وتكسر بيها الالوان زي ما حدك كده شامل ممكن نعمل الشكل ده اجيب عندي قاعدة زي دي وامسك السكينة كده بأيديا كده سبعة في تمانية حاول اترفاعي ما تحاولش تتخنيها كتير بنعملها لكن بنتخنها فبتطلع شكلها مش حلو منسبة زي ما هي كده ونبدأ نضغط 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 لحد ما تفتح بالشكل ده وبعد كده نقوم ماخدين دي منتع طب عندك بالشكل اللي انت شايفها ده نعمل الشكل ده هقطع بالسكينة كده نضغط 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 وايجي من عند الاطراف دي تحاول بقى ترفاعي على قد ما تقدري الخيار عندك لو طري مش تتعرف تشتغلي بيه الخيار عندك تكون نشفة تلاقي الموضوع سهل جدا ما بروحش للاخر لكن ما بروحش الاخر هنا تمام عشان انا محتاج ديت هي اللي تمسك معي الجاردنش اللي انا بعمله اهو بعد ما عملناه كده بنضغط عليها ضغطة كده كده فبتطلع عندك بالشكل ده بالشكل ده طبعا هي بتبنع الطبق اكتر لما انتو تحطيها وتضغط عليها فبقى انلك الشكل افضل بكتير جدا نجيب بشكل تاني ونعمله هعمل طرف من هنا حرف من هنا ليها او قاعدة واسبتها كده بعد كده بجيب السكينة هنا ناخد واحدة كده يمين وواحدة شمال وطلع وطلع موسيقى 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 هعمل واحدة تانية اجيب دي واعملها قاعدة وابدأ امشي يعني حروف تكون رفيعة جدا في الخيار اما حاجة السكينة تكون حمية اهو وما وصلش الاخر هنا ولا اوصل الاخر هنا وانزل لتحت حلو الكلام واجي من جنبها بالضبط واقوم بالراحة قالص لحد منزل بس مش للاخر وانزل لتحت قوي بس مش للاخر وهكذا لحد ماوصل للنهاية عشان اعملك شكل حلو اوي برده كل ما تكون رفيعة وكل ما تكون افضل موسيقى موسيقى وبعد كده بقوم جايب دي السكينة كده وامميل واخدها كده شمال واخد دي كده واخدها يمين هناخدها واحدة يمين واحدة شمال موسيقى 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 منعمل اشكال تاني اجيب واحدة وبقطعها كده رفيع ما وصلش برضو للاخر عشان اقول لك هنعمل ايه باخدها كده امام اسيب واحدة واخد التانية قم لفيفا كده الجوه واسيب واحدة واخد دية اللي جوه ولف اللي بعدها الجوه بس اما حاجة التقطيع يكون بتاعك رفيع عشان يعني نعرف نتحكم في الخيارة ونطلع منها اللي احنا عايزينه يعني التقطيع ده مهم جدا في موضوع الخيارة عشان تشكل الحاجة تبقى مظبوطة معاك وتطلع معاك حلوة جدا ان شاء الله تمام نادي قدام حدرك اهيت عايزة بينها اكتر او معاملها كده تعالوا نعمل وردة بقى وردة ازاي حتى اقطع مشرشرة او مجاب الترف ده اقافك انا كده تمام وابدأ اللي انا اقطع دي رفيع جدا كيف حدنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة